أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها وشك بها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة وسيؤثر ثلبا على دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أساس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكي خطير ويمس حقوق الشعب الفلسطيني ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبا ويعترف بنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني